شركاء في تجارة الموت والقتل والإبادة الجماعية يرسلون ألاف الأطنان من المتفجرات والقنابل لمحوي قطاع غزة وسكانه إرضاءً لإسرائيل ويلقون فتاة الخبز للمدنيين المكلومين في مخيمات النزوح ويزعمون أنهم دعاة سلام الإدارة الأمريكية تواصل تناقضها وتصريحاتها الرنانة التي تحمل الكذبة والتضليل بعد شهور من إشعال نيران الحرب يخشى الرئيس جو بايدن على وضعه خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة فزعم البيت الأبيض أن إدارة بايدن تواصل العمل من أجل التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وبالرغم من معاونة إسرائيل في جرائمها والصمت حيال إغلاق جميع المعابر ومنع وصول أي إغافات إنسانية أو طبية للقطاع يزعم البيت الأبيض مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية لخداع العالم وتقديم صورة مثالية لكن الجميع يرى احتضار سكان القطاع وافتقادهم حتى للخبز والدواء حتى الرصيف البحري الذي زعمت واشنطن أنها تسرع في إنشائه عادة أكدت أنها فشلت في تقنيات تشغيله وبعد أن لوح بايدن بوقف شحنات الأسلحة التي دعمت إسرائيل بسخاء منذ شهور طويلة عاد البيت الأبيض وأكد أن واشنطن ترسل المساعدات العسكرية إلى إسرائيل بانتظام مكذباً مزاعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو بأن أمريكا تخلت عنه التناقض الصارخ في تحركات الإدارة الأمريكية وما تصرح به عن طريق البيت الأبيض يؤكد تخبط بايدن في دعم إسرائيل في العلن والخفاء ومحاولة الدعاء مراعاة الوضع الإنساني في قطاع غزة فالعالم يرى سقوط عشرات الآلاف من الشهداء والضحايا من سكان القطاع بينما ينكر بايدن جرائم إسرائيل